الموجز الاقتصادي من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم في المستهل قفزت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في التعاملات المبكرة الاثنين بعد إعلان تحالف أوبيك بلاس عن تمديد الخفض التوعيل للإنتاج إلى نهاية العام المقبل وارتبعت العقود الآجلة لخام برينت القياسي العالمي بأكثر من ثلاثة في المئة لتسجل ثمانية وسبعين دولارا للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأزيد من دولارين مسجلا أربعة وسبعين دولارا للبرميل وفي أول رد فعل أمريكي رسمي قلل البيت الأبيض من تأثير قرار التحالف النفطي معتبرا أن المسؤولين الأمريكيين يركزون على الأسعار بالنسبة للمستهلكين وفادت شبكة CNN الأمريكية نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض بأن واشنطن ليست جزءا من كيان يتخذ قرارات تخدم مصالحه في حين تركز الإدارة الأمريكية على المستهلكين الأمريكيين بدل سعر البرميل بعدما انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ العام الماضي ضخت الحكومات حول العالم أكثر من 900 مليار دولار لتمويل برامج دعم وإعانة المستهلكين على مواجهة صدمات أسعار الطاقة خلال العام الماضي وأظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية حول أسعار المستهلك النهائي في 12 دولة تمثل مجتمعة ما يقارب 60% من سكان العالم أن انفاق الأسرة المتوسطة العدد على الطاقة العام الماضي يشكل حصة أعلى من دخلها حيث تجاوزت أسعار الطاقة ضمو الأجور الأساسي انهار النمو الاقتصادي في المغرب منخفضا من 8% خلال 2021 إلى 1.3% السنة الماضية وأظهرت بيانات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط نشرت الاثنين تراجع القطاع الزراعي بنحو 13% خلال السنة الماضية مسجلا 13 مليار دولار مقابل أكثر من 14 مليار دولار في 2021 ويشكل القطاع الزراعي أكثر من 12% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يوظف أكثر من 40% من القوة العاملة في المغرب تعتزم تركيا رفع رسوم مرور السفن معبر مضيقية البوسفور والدردنيل اعتبارا من الفاتح جوليا المقبل ونقلت صحيفة إذنليك عن مديرية شؤون البحرية بوزارة النقل التركية أن سلطات تركيا تنوي رفع رسوم العبور عن مضائق البحر الأسود بأكثر من 8% وكانت سلطات تركيا في أكتوبر العام الماضي رفعت رسوم مرور السفن التجارية عبر مضائق البحر الأسود بمقدار 5 أضعاف وبهذا الشكل من المتوقع أن يصل الدخل الناتج عن عبور المضائق دون احتساب خدمات الإرشاد والقطر إلى 900 مليون دولار سنويا أعلن بنك يو بي اس الاثنين عن استكمال صفقة الاستحواذ على بنك كريدي سويس في الثاني عشر أجوان الجاري وتوقعت المجموعة المالية السويسرية أن تمكن الصفقة من إنشاء كيان سويسري كبير تبلغ قيمة أصوله تريليون وستمائة مليون دولار بعد عملية إنقاذ مدعومة من الحكومة في وقت سابق من هذا العام ختام الموجز الاقتصادي في أمان الله اشتركوا في القناة